شكراً جزيلاً لدينا وقت لسؤالين لكل وزير نبدأ بأستاذ أحمد جمعة اليوم السابع تفضل سؤال موجه لمن؟ شكراً جزيلاً أفندم سؤال معالي وزير سامح شكري أحمد جمعة مدير تحليل اليوم السابع معالي وزير تبعنا بالأمس يعني تعليق أمريكا وبريطانيا وإستراليا وإيطاليا وكذلك كندا لتمويل الأونروا في ظل الاتهامات الموجهة إلى عدد من موظفي الوكالة الأونروا هي الكيان الأممي الرئيسي الذي يوفر ملازل آمن والمساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني ما هو الموقف المصري تجاه هذا الإجراء وما هو البديل لإبقاء شريان المساعدات الإنسانية مستقراً ومستداماً لسكان قطاع غزة في ظل هذا التطور الخطير شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً حقيقة فجأنا بالقرارات التي اتخذت بالأمس إذا نظامة الأونروا والألفاظ التي استخدمت فيما يتعلق بالاتهام الموجهة وهي ألفاظ في الحقيقة بلغة في مدلولها لم توظف مثلها إذا مقتل ما يزيد عن 26 ألف مواطن من الأبرياء من المدنيين في غزة ومعظمهم من الأطفال والسيدات فهذا في حد ذاته أمر مدهش ولكن أيضاً أن في هذه الأوقات وما تخوم به الأنروا التي توظف حوالي 30 ألف موظف أن يكون هناك أي خروج من عدد بسيط بمقارنة لـ 30 ألف اقترفوا أفعال قد تكون خضاعة للمحاسبة وبالتأكيد إذا كانت إذا ثبتت هذه التهم فاتخذت الأنوى إجراءات لحين التحقيق ولكن المبادئ المبادئ التي تقتدي أن هناك اتهام فيجب أن يكون هناك تحقيق ولا يكون هناك استباق للإدانة إلا عندما يأتي التحقيق ويؤكد الاتهام هذه الوكالة هي مسؤولة عن ليس فقط المدنيين وتوفير الخدمات في غزة تحت ظروف صعبة جداً ومن 120 من الموظفين الذين لقوا مصرعهم وهم يقدمون هذه الخدمة الجوهرية لا بديل عنها ولا يقدمها آخرين فبالإضافة طبعاً إلى المسؤولية في غزة ولكن المسؤولية أيضاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان في سوريا في الأردن فتتطلع بمسؤولية ضخمة والحد من قدرتها على الاطلاع بهذه المسؤولية نظير أي خروج غير مقبول لأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسؤولية على المنظمة هو في الحقيقة تجني لا يجب أن يكون هذا هو الوضع لما تقوم به المنظمة أيضاً السؤال توخيت هذه هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة هل هو مرتبط بالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطويه من إشارات واضحة فيما يتعلق بما يجري في غزة أيضاً هل يطبق العقاب الجماعي على كافة موظفي القطاع وموظفي الأنروا وقدرتهم على الوفاء بمسؤوليتهم وهل هذا العقاب الجماعي أيضاً في الحد من قدرة الأنروا بالعمل وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية هو اتصال للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني المدنيين في غزة في الحقيقة كلها تساؤلات يجب أن ننتبه إليها ونتبه لمدلولها ونقدر كثيراً الأنروا وما تقوم به نقدر كثيراً القيادة الأنروا وما تتحمل في هذه الأوقات وما تظهر من حيادية ومن التزام ومن استعداد لاتخاذ الإجراءات الملأمة لمواجهة أي خروج عن الإطار الذي تعمل فيه أو أي تجاوزات فردية مرة أخرى من الأهمية أن نستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وأن مجموعة الدول يجب أن تراعي الاحتياجات الإنسانية والمنظمة لأنها هي الوحيدة التي تقوم بهذا الدور وعدم وجود الموارد لإطلاع بمسؤوليتها هيكون مزيد من المعاناة للمدنيين في غزة خلال هذه الأوقات شكرا شكرا أستاذ أحمد من قناة الشرق سعودية تفضل السلام عليكم سؤال لسمو الأمير عبرت إسرائيل عن رفضها القاطع وتجاهلها لحكم المحكمات العدل الدولية بالإضافة لما كانت ترفضهم من قرارات ومناشدات من العالم مجمع ماذا نحتاج إليه فعلا لحث إسرائيل على وقف هذه الحرب والاتجاه نحو السلام شكرا شكرا أعتقد أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي أن القانون الدولي وقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرهم وهذا هو التحدي الكبير والذي تفضلت به يجسد هذا رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضا كاملا وعدم التجاوب معه هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن الذي نشاهد نقترب من 30 ألف مدني قتيل في غزة السياسة ممنهجة للتجويع وللحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي وقانون الدولي وهنا المجتمع الدولي أمام خيار هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة هل يريد أن يكون للسلام مكان إذن لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه هذه العزمة وسوف نستمر كدول العربية من المملكة العربية السعودية جمهة بصر بالتأكيد وغيرنا للضغط في هذا الاتجاه لكن ما هو مطلوب؟ المطلوب هو إنزام إسرائيل بما نلتزم به كلنا وهو التقيد بالقانون الدولي وقانون الإنسان الدولي شكرا أستاذ سوزي الجنيدي تفضلي من الأهرام العربي شكرا سؤال من سوزي الجنيدي نائب رئيس سحي الأهرام العربي لسيادة الوزير محكمة العدل الدولية في قرارها طلبت أو فيما أصدرته طلبت إسرائيل بالالتزام بتدابير فورية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين وتوصيل الاحتاجات الإنسانية لهم في غزة ما هي رؤية مصر لهذا القرار وتدعياته خاصة أن محكمة العدل الدولية لم تصدر قرار بوقف إطلاق النار كما حدث في قضايا مماثلة قبل ذلك وأيضا نتنياهو مصر على استمرار الحرب لمدة عام مما يهدد باستمرار تهجير الفلسطينيين ومخطط تهجير الفلسطينيين شكرا الإجراءات المؤقتة وما تضمنته وكما تفضلتي اتصالا بالدخال المساعدات هو متسخ مع قرار الذي صدر عن مجلس الأمن عشرين سبعة وعشرين وإنشاء المنصق للمساعدات الإنسانية والولاية التي أعطيت من حيث مراجعة وتسريع سواء أيضا الكشف عن المساعدات في ظل الإجراءات المطولة والمعاقدة التي حلت دون دخول المساعدات بالكميات التي هي مطلوبة مطلوبة للوفاء بإحتياجات المدنيين في غزة هذا لابد من تنفيذه لابد من تنفيذه احتراما لقواعد الشرعية الدولية للمؤسسات المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة ولإما أهدرنا كما تفضل سمو الأمير أهدرنا قيمة القانون الدولي أهدرنا قيمة المؤسسات التي تطلع بالوسؤولية ولها الحيث في هذا الشأن وضرورة أن نحترم جميعا ما يصدر من أحكام قضائية من أعلى هيئة قضائية دولية وأيضا من قرارات مجلس الأمن ولئما أصبحنا نعيش في إطار قانون الغياب كل أن يفعل بما يشاء ويدرب بعرض الحائط الأسس القانونية التي تحكم العلاقات الدولية وتضمن استمرار السلم والأمن بالتأكيد أن هذا حكم في هذا الشق ضروري ويراعي الاعتبارات الإنسانية الملحة ويجب تنفيذه ويجب أن أن أعضاء المجتمع الدولي أيضا يسعون لتنفيذه والمطالبة بتنفيذه لإعلاء قيمة هذه المؤسسات أستاذ هاني سفيان تفضل من القناة العربية هاني سفيان رأس القناة الحدث سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هل أتحولات التي تشهدها الدول أو تشهدها المنطقة هل غيرت من السياسة الاستراتيجية والإعلاقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية سواء سياسيا أو اقتصاديا لا أستطيع أقول غيرت لكنها أثبتت أهمية أولا استقرار أو عامل الاستقرار التي تمثلوا هذه البلدين المحورين في المنطقة وأيضا أهمية هذه العلاقة وصلت الطو على الثابت والثابت هو العلاقة المصرية السعودية والتعاون والتنسيق السعودي المصري فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها فهي هذه التغيرات والتحديات التي نشهدها في المنطقة وأبعد تؤكد علينا مرة أخرى المسئولية في تعزيز التعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لكن أيضا في الإطار العربي المشترك وفي قيادة العمل العربي المشترك فأنا أعتقد هي تأكيد لأهمية هذه العلاقة لكن لا أرى أنها طرأت بتغيير عليها شكرا